الفصل الرابع اللي هنتكلم عليه بعنوان التنبؤ بالطلب الفصل الرابع فيه مجموعة من النقاط الفرعية بنتكلم كده في البداية على المقدمة بتوضح لنا أهمية التنبؤ بعد كده بنتعرف على مفهوم التنبؤ أهمية التنبؤ بالنسبة لإدارة الإنتاج والعمليات تصنيف التنبؤ زمنياً أنواع التنبؤ المراحل الرئيسية للتنبؤ الخصائص العامة للتنبؤ ثم الأساليب الوصفية والكمية للتنبؤ بالطلب أول نقطة اللي هي المقدمة بتركز على أن غالبية القرارات الإدارية في المنظمة بتعتمد على عملية التنبؤ بالطلب لو قدنا نعرف فقم المبيعات المتوقع من خلاله أقدر أعمل خطة الإنتاج الإجمالية أقدر أن أحدد مسترزمات الإنتاج أحدد حجم العمال اللازمة وأيضاً جداول التجاري النقطة الثانية بتركز على ما هو التنبؤ بنقدر نعرف التنبؤ ونقول إن التنبؤ هو عبر عن العملية اللي بيتم من خلالها توقع الأحداث المستقبلية من خلال التحليل العلمي للبيانات التاريخية التنبؤ هو فن وعلم ووضع التأديرات اللي بتتعلق بالأحداث المستقبلية بقول على التنبؤ فن لأنه بيعتمد على الممارسة والخبرة وهو علم لأنه بيعتمد على النظيريات العلمية والنماذج الموجودة النقطة رقم 3 اللي هي أهمية التنبؤ لإدارة الانتاج والعمليات طبعا التنبؤ بيوفر لنا كم من المعلومات بتقدر تسترشد بها إدارة الانتاج والعمليات في وضع الاستراتيجيات وصنع القرارات الانتاجية على سبيل المثال بقدر أقدر الاستثمارات اللازمة في مباني المصنع بناء على تأدير حجم الطلب على منتجات المنظمة بقدر أعد التخطيط الخاص بالمساحة اللازمة للمصنع بناء على التغير التكنولوجي المتوقع والمتنبأ بيه بالنسبة للآلات بقدر أن أنا أخطط لكوة العاملة بقدر أن أنا أرشد تكليفة العمليات فمعنى كده أن في العديد من الفرارات الانتاجية اللي بترتبط بالتنبؤ زي وضع الخطة الانتاج وجداول الاحتياجات من العمالة واعداد التخطيط المالي وما إلى زي النقطة رابعة بتكلمنا على تصنيف التنبؤ زمنيا فعندي التنبؤ قصير للآجل ده مدته بتبقى أقل من سنة بس تخدمه في تخطيط الشراء وتحديد مستويات التشغير والانتاج في فترة قصيرة للآجل التنبؤ متوسط للآجل ده مدته من سنة لأقل من ثلاث سنوات ممكن تستخدمه المنظمة في تخطيط الانتاج أو المريعات أو المريعات أما النوع الثالث هو التنبؤ طويل للآجل ده مدته ممكن تكون أكثر من ثلاث سنوات فبيفيد فيه اختيار موقع المصنع أو التوسعات المستقبلية النقطة الخامسة بتكلمنا على أنواع التنبؤ عندنا التنبؤات الاقتصادية اللي بتتعامل مع معدلات التدخم ومستويات الأسعار عندنا التنبؤات التكنولوجية اللي بتهتم بمعدلات النمو والتكنولوجي ومدى تأثيرها في الطلب على السلعة الحالية والمستقبلية عندنا التنبؤ بالطلب ده بيرتبل تحديد حجم الطلب على منتجات المنظمة خلال الفترة الزمنية القادمة النقطة السادسة بتركز على المراحل الرئيسية للتنبؤ فعندي مجموعة من المراحل بتبدأ بتحديد الهدف من التنبؤ وتحديد المدى الزمني للتنبؤ واختيار طريقة التنبؤ المناسبة ثم جامع تصنيف وتحليل المعلومات اللازمة للتنبؤ ووضع الافتراضات المتعلقة بالتنبؤ النقطة السابعا بتكلمنا على الخصائص العامة للتنبؤ او الخاصية بتقول افتراض ان ما حدثت في الماضي سوف يحدث في المستقبل لو كانت هناك تغيرات فانه يمكن رصدها وهي طفيفة ويمكن حسابها النقطة التانية ان التنبؤ لا يكون تمثيل مطابق للواقع تماما ولكن في اختلاف ما بين الواقع وما بين التنبؤ الاختلاف ده بنسميه خطأ التنبؤ وطبعا النقطة التالتة بتركز على ان التنبؤ لعدة انواع من الاصناف اضاق من التنبؤ لكل نوع لحيث والنقطة الرابعة بتركز على ان فيه علاقة عكسية ما بين دقة التنبؤ والفترة اللي بيتم التنبؤ به كلما زادت فترة التنبؤ كلما قلت الدقة وكلما قلت فترة التنبؤ كلما زادت الدقة طرق التنبؤ أموعا بنقسمها لنوعين من الطرق الطرق الوصفية اللي هي متمثلة في تأجيرات الإدارة العليا وتأجيرات رجال البيع ودراسة السوق وطريق الدلفي ودورة حياة المنتج والطرق الكمية بتتمثل في المتوسطات المتحركة والتمهيد الأسي والاتجاه العام وتحليل الإدارة لو اتكلمنا على أهم الطرق الوصفية اللي بتستغنب في التنبؤ الطريقة الأولى هي تأجيرات الإدارة العليا أو بنطلق عليها أراء الخبراء والمديرين ومن خلال هذه الطريقة بيتم تشكيل شريء من المديرين في الإدارة العليا والتنبؤ في الطريقة دي بيكون جماعي ولكن هناك نوع من التحيز لرأي معين والتحيز ده ممكن يكون في غير صالح في منظمة وده بيعتبر عيب هذه الطريقة الطريقة التانية بنسميها تأديرات رجال البيع والطريقة دي بتعتمد على خبرة رجال البيع ومعرفتهم بأحوال السوق وحسن تأديرهم للطلب المتوقع برضو الطريقة دي فيها نفس الخطأ اللي هو التحيزات الشخصية والتحيزات دي ممكن تكون متفألة أو متشأمة وفي النهاية ما بتكونش في صالح المنظمة بتكون في غير صالح المنظمة الطريقة التالتة هي دراسة السوق ودي بتعتمد على جمع البيانات من العملة واستخدام قوائم الاستقصاء أو الفاكس أو الانترنت أو المقابلات الشخصية أو البريد أو التليفون ويتم تبويب البيانات وتحليلها عشان نوصل لقى النتائج بالنسبة للمنظمة وبالنسبة لمدرجات الطريقة الرابعة هي طريقة ديلفي وديلفي ده اسم معبد يوناني كان بيزوروا الأفراد في قديم الزمان عشان يتعرفوا على معلومات عن المستقبل واستخدمت هذه الطريقة اللي بتعتمد على نسبة إجماع الأراء مجموعة منطقة من الخبراء عن طريق إعداد قيمة تضم مجموعة من الأسئلة والأسئلة دي بتدور حوالين توقعات الخبراء دول عن الطلب بيعدها باحث بيرسلها لكل خبير على حدة وبيتم تجمعها وتحليلها وإعادة صياغة الأسئلة وإرسالها مرة أخرى حتى يتم التقريب ما بين وجهات نظر الخبراء دي بتسمى بطريقة ذلك الطريقة الخامسة هي دورة حياة المنتج وطبعا إحنا عارفين أن دورة حياة المنتج بتمر بمجموعة من المراحل التقديم للسوق وبعدين النمو وبعدين النضج وبعدين المحسار فبقدر الطلب على المنتج يدوء هذه الخريطة لدورة الحياة والباحثين بيعملوا متوسطات لهذه التأجيرات عشان يتوصلوا لتنبؤات مرقحة النوع الثاني من الطرق اللي هي طرق التنبؤ الكمية والطرق دي بتستخدم بيانات تاريخية مناسبة عن الظاهرة وبتحتاج أن احنا نتنبأ بسلوك الظاهرة الطرق الكمية فيه مجموعة من الطرق بتعتمد على السلاسل الزمنية زي المتوسطات المتحركة والتمهيد القسي وخط الاتجاه العام وفيه مجموعة من الطرق بتعتمد على العلاقات السبابية بين الطلب والمتغيرات الأخرى زي تحليل الانتدار لو بدأنا بسليب التنبؤ اللي بتعتمد على السلاسل الزمنية أو الطريقة فيها بنسميها طريقة المتوسط المتحرك البسيط وهنا بحسب المتوسط المتحرك البسيط يا إما لفترتين يا إما لثلاث فترات لو بحسبه لفترتين المتوسط المتحرك البسيط لفترتين فأنا بجمع الطلب الحالي زائد الطلب السابق بجمعهم مع بعض وأقسم على اثنين عشان أقدر أن أنا أطلع المتوسط لو بحسب المتوسط المتحرك البسيط لثلاث فترات فأنا بجمع الطلب الحالي زائد طلب الفترتين السابقتين وبأسم على ثلاث يعني لو عندنا شهر يناير وفبراير ومارس فباخد شهر مارس أجمعه على فبراير ويناير أجمعهم الثلاثة مع بعض وقسم على ثلاثة عشان أطلع المتوسط المتحرك البسيط لثلاث فترات طبعا المتوسط المتحرك للطلب بالنسبة للشهر الحالي هو عبارة عن الطلب المتوقع للشهر القادم يعني لو طلعت المتوسط قدام شهر مارس يبقى بعد كده بحطه قدام شهر إبريل عشان ده هو التنبؤ بالنسبة للشهر القادم لو خدنا مثال المثال بيقول اذا كان الطلب الفعلي احدى السلع خلال الخمس اشهر الماضية فمديني الطلب بالنسبة لخمس شهور ابريل وماي ويونيو ويوليو اغسطس وبيقول لي احسب الطلب المتوقع لشهر سبتمبر باستخدام المتوسط المتحرك لفترتين ولسلاث فترة تعال نشوف التمرين ازاي بنعمل جدول من مجموعة من الخنات الخانة الاولانية فيها الشهر اللي هي الخمس شهور المعطاة في التمرين ابريل وماي ويونيو ويوليو اغسطس وبعد كده بحط الشهر المتنبأ بيه اللي هو شهر سبتمبر وجنب ابريل وماي ويونيو ويوليو اغسطس بحط الطلب الفعلي المعطاة في التمرين وبعدين بعمل خانة للمتوسط المتحرك لفترتين طبعا المتوسط المتحرك لفترتين بيقول عبارة عن الطلب الفعلي الحالي زائد الطلب الفعلي للفترة السابقة وبقسم على اثنين بجمعهم على بعض بقسم على تنين. فطبعا هنا شهر ابريل ما اقدرش احسب له متوسط ونتحرك. لاني مش معلومة عندي الفترة السابقة لشهر ابريل ان هي مارس. يبقى معنى كده ان انا هبتدي احسب المتوسط ونتحرك لفترتين ابتداء من شهر مايو. اجمع الطلب الفعل لشهر مايو اللي هو اربعة عشرين. زائد الطلب الفعل لشهر ابريل اللي هو عشرين. وقسم على اتنين. والناتج اللي هيطلح هحطه قدام شهر مايو لاني ده المتنبأ او المتوقع بالنسبة لشهر مايو. نفس الكلام ليه شهر يونيا. آآ باخد الطلب الفعل اتنين وعشرين والطلب السابق اربعة عشرين على اتنين. وانا بحسب قدام يونيا يبقى احطه قدام يوليا. احسب يوليا. ستة وعشرين زائد السابق اتنين وعشرين وبقسم على اتنين. وحط المتوقع قدام شهر اغسطس. وامسك اغسطس احسب الطلب الفعل شهر اغسطس تمانية وعشرين زائد السابق لشهر يوليا ستة وعشرين. اجمح مقسم على اتنين. وحطي الناتج قدام سهر ستمبر المتنبأ. يبقى كده خلصنا. المتوسط متحرك لفترتين. بالنسبة لتلت فترات نفس الفكرة بس باستخدم تلت فترات. لازم يكون معلومة عندي الفترة الحالية وفترتين سابقتين. فما اقدرش احسب لشهر ابريل لاني مفيش ولا فترة سابقة. آآ ما اقدرش احسب لشهر مايو لاني فيه فترة سابقة واحدة اللي هي معلومة لابريل. يبقى لازم هنا ابتدي احسب من شهر يونيا. عشان يبقى عندي فترتين سابقتين معلومتين اللي هما مايو وابريل. كما ابتدي من شهر يونيا. اخد الطلب الفعلي لشهر يونيا. اللي هو اتنين وعشرين. واخد الطلب الفعلي السابق للفترتين مايو وابريل اللي هما اربعة وعشرين وعشرين. اجمعهم التلاتة على بعض. اقسم على تلاتة. وانا باحسب قدام يونيا. احط الناتج قدام يوليا. نفس الفكرة ابتدي من يوليا. اخد الفعلي اليوليو 26 زائد الاتنين السابقتين اللي هم 22 و24 وأقسم على 3 وحط الناتج قدام أغسطس أخذ أغسطس والهو 28 والفترتين السابقتين 26 و22 وأقسم على 3 وحط الناتج قدام شهر 6 وبكده يبقى انتهينا من حل التمرين المتوسط المتحرك لفترتين ولتلات فترات النوع الثاني من التمرين اللي هو المتوسط المتحرك المرجح وهنا بحسب المتوسط المتحرك المرجح من خلال قانون بيقول مجموع وزن الفترة نون في طلب الفترة نون مجموع وزن الفترة نون في طلب الفترة نون وده طبعا في حال تكون مجموع الأوزان واحد صحيح فبصفة عامة التمرين بيديك الأوزان كسر عشري مجموحهم واحد صحيح يعني لو كانوا وزنين يمكن يكونوا 4 من 10 و6 من 10 يبقى مجموحهم واحد صحيح لو كانوا 3 أوزان ممكن يكونوا خمسة من عشرة وثلاثة من عشرة واثنين من عشرة فبرضو مجموحهم واحد صحيح وجالبية التمرين بتيجي ككسر عشري وليس ارقام صحيح فنشوف كده تمرين على المتوسط المتحرك المرجح التمرين بيقول احسب المتوسط المتحرك المرجح باستخدام الاوزان النسبية التالية وبيانات الجدول التالية فمجيني جدول من سبع شهور المبيعات الفعلية من يناير لغاية شهر يوليا ومديني طبعا المتوسطات المتحركة خمسة من عشرة وثلاثة من عشرة واثنين من عشرة فازاي هاحسب المتوسط المتحرك باستخدام الاوزان لثلاث شهور طبعا ما نقدرش نبدأ من الفترة الاولينية وماقدرش أبدأ من الفترة التانية الي هي فبراير لازم أبدأ من الفترة التالية اللي هي مارس عشان يكون معلومة عندي فترتين سابقاتين كل اللي انا بعمله باخد الفترة الحالية اللي هي المبيعات الفعلية بتاع شهر مارس اللي هي عشرة بضربها في اكبر وزن نسبي موجود عندي اللي هي خمسة من عشر يعني زائد المبيعات الفعلية السابقة اللي هي بتاع شهر فبراير بضربها في الوزن النسبي المتوسط اللي هو تلاتة من عشر زائد الفترة البعيدة بقى اللي هي بتاع تيناير اللي هي المبيعات الفعلية اربعتاشر دي بضربها في اقل وزن نسبي عندي اللي هو اتنين من عشر يبقى الفترة الحالية بضربها في اكبر وزن نسبي السابقة مباشرة بضربها في الوزن النسبي المتوسط الفترة البعيدة بضربها في اقل وزن نسبي منجود عندي واجمع والناتج اللي هيطلع قدام مارس بحطه كطلب متوقع قدام شهر ابريل اللي هو 11 و14 نفس الكلام في ابريل باخد المبيعات الفعلية الابريل هي 13 اضربها في اكبر وزن نسبي زائد المبيعات الفعلية لمارس اللي هي 10 واضربها في الوزن النسبي المتوسط اللي هو 13 من عشرة. ثم فبراير زائد فبراير اللي هي اتناشر في اتنين مع عشرة. واخد الناتج بتاع ابريل احطه قدام مايو. وهكذا. بالنسبة آآ لمايو باخد رقم مايو اللي هو خمستاشر في خمسة من عشرة زائد تلاتاشر في تلاتة من عشرة زائد عشرة في اتنين مع عشرة. واحطي الناتج قدام يونيا. امسك يونيا ستاشر في خمسة من عشرة زائد خمستاشر في تلاتة من عشرة زائد تلاتاشر في اتنين مع عشرة. واحطي ناتج قدام يوليا. واخد اخر شهر يوليا المبيعات الفعلية بتاعته 18 اضربها في اكبر وزن نزبي 5 من 10 زائد اللي قابليه شهر القابلي يوليا 16 في 3 من 10 زائد مايو 15 في 2 من 10 وحط الناتج قدام شهر اغسطس. وبكده ينتهي حل تمرين المتوسط المتحلق المرجح باستخدام الاوزان. الطريقة التالتة من التمرين هو التمهيد القصي البسيط. في طريقة التمهيد القصي البسيط بتعتمد على ان بافترض ان الطلب المتوقع للفترة القادمة بيسوي الطلب الفعلي الحالي بعد تعديله بنسبة معينة بسميها الفة. والفة هنا بتتروح بين الصفر والواحد صحيح. وعشان احل تمرين باستخدام معادلة التمهيد القصي. آآ عندنا آآ معادلتين ممكن استخدمهم في الحل. ممكن نختار المعادلة الاولينية او المعادلة التانية. لو استخدمت معادلتين عشان نتأكد. لو المعادلة الاولينية ادتني رقم معين وحلت بالمعادلة التانية ادتني نفس الرقم فهنا بتأكد ان التمرين بتاعي تمرين صحيح. معادلة التمهيد القصي الاولى بتقول ان التنبق لفترة قادمة بيسوي تنبق الفترة الحالية زائد. بنفتح قوس معامل التمهيد القصي مضروف في الطلب الفعلي الحالي ناقص تنبق الفترة الحالية. والمعادلة التانية بتقول ان التنبق الفترة القادمة بيساوي الطلب الفعلي للفترة الحالية مضروف في معامل التمهيد زائد تنبؤ الفترة الحالية مضروف في مكمل معامل التمهيد. طبعا معامل التمهيد بيدوني في التمرين. لكن المكمل لا يعطى. المكمل ده احسبه ازاي. فيه قاعدة بتقول ان معامل التمهيد زائد مكمله بيساوي واحد صحيح. فلو معامل التمهيد اربعة من عشرة يبقى المكمل ستة من عشرة. لو معامل التمهيد تلاتة من عشرة يبقى المكمل سبعة من عشان مجموحهم هما الاتنين واحد صحيح. هناخد مثال بيقولك احسب الطلب المتوقع لشهر اغسطس اذا علمت ان معامل التمهيد القصي اربعة من عشرة يبقى هنا المكملة هو هيبقى ستة من عشرة وان التنبؤ الحالي لشهر يوليا خمستاشر واحد من عشرة والطلب الفعلي لشهر يوليا هو عبارة عن تمنتاشر. فهنستخدم المعامل الاولانية التنبؤ لشهر اغسطس اللي هو بيساوي التنبؤ الحالي اللي هو خمستاشر واحد من عشرة زائد بنفتح قوس بنضرب في بنحط معامل التمهيد اربعة من عشرة وبنفتح قوس نضرب في الطلب الفعلي لشهر يوليا اللي هو تمنتاشر ناقص التنبؤ اللي هو خمستاشر واحد من عشرة. هيطلع لك الناتج ستاشر وستة وعشر من مية ده التنبؤ اللي مطلوب في التمرين اللي هو عبارة عن الطلب المتوقع لشهر اغسطس. لو انا عايز اتأكد ان الطلب المتوقع لشهر اغسطس اللي هو 16 و 26 من مية ده رقمي حليته بطريقة صحيحة ممكن اعوض في المعادلة التانية المعادلة التانية بتقول الطلب الفعلي في معامل التمهيد زائد الطلب المتوقع في مكمل معامل التمهيد لو طلعنا الناتق هيطلع 16 و 26 من مية اللي هو نفس الرقم في المعادلة الاولى يبقى هنا الحل بتاعي حل سنة الطريقة الرابعة هي بنسميها طريقة خلط الاتجاه العام ودي باستخدم فيها المعادلة الرياضية لخلط الاتجاه العام اللي هي بنسميها معادلة خلط الاتجاه العام ودي بتقول صاد بيساوي الف زائد به سين عشان احل هذه المعادلة اللي صاد بيساوي الف زائد به سين عندي معادلتين تاليتين عشان اقدر اطلع من خلالهم قيمة الف وقيمة بين المعادلتين بيقولوا مجموعة صاد بيساوي نون الف زائد به مجموعة سين ومجموعة سين صاد بيساوي ألف مجموعة سين زائد به مجموعة سين تربية دول معادلتين ممكن أن أنا أستخدمهم في الحل عشان أطلع قيمة ألف وبيه في معادلة خط الاتجاه ممكن نستخدم معادلتين تانين اللي هي موجودين قدامنا اللي هي به بتساوي شرطة كس نون مجموعة سين صاد زائد ناقص مجموعة سين في مجموعة صاد على نون مجموعة سين تربية ناقص مجموعة سين تربية دي بتطلع لي قيمة به أو ألم بتساوي شرطة كسر في البسط مجموع صاد ناقص به مجموع سين على نون دي بتطلع لقيمة ألف وأخذها وأعود بقيمة ألف وبيه في المعادلة الخاصة بخط الاتجاه العام فممكن نستخدم يا الطريقة الأولانية يا الطريقة الثانية وطبعا بسطر جدول من خمس خنات الخناة الأولى فيها الفترة والخناة الثانية فيها الطلب الفعلي صاد والخناة الثالثة فيها الفترات الزمنية ظين وبعدين بدرب بسين فصاد يطلع لي خانة لسين صاد. وبعدين خانة لسين تربية. تعالوا كده نشوف تمنين ونشوف ازاي هنطبق عليه طريقة خط الاتجاه العين. التمنين بيقولي يوضح الجدول التالي البيانات الفعلية للمبيعات احدى السلة لعدة شهور ماضية بالالف جنيه. ومديني الشهور من يناير لستمبر ومديني المبيعات الفعلية لهذه الشهور. وبيقولي المطلوب تأدير مبيعات شهر اكتوبر باستخدام طريقة خط الاتجاه العين. فطبعا عشان نستخدم طريقة خط الاتجاه الحام اول حاجة بعملها ان انا بكتب معادلة خط الاتجاه العين. صاد بيساوي الف زائد به سين. والخطوة التانية ان انا ببتدي املى خانات الجدول اللي هو بتكون من خمس خانات. اول خانة الشهر وتاني خانة المبيعات الفعلية. والشهر والمبيعات الفعلية دي بياناتهم معطاة في التمرين. فعنجي شهر من يناير لستمبر وعنجي المبيعات الفعلية من شهر يناير لستمبر بحطها في الخانة التالية. الخانة التالتة هي الفترة سين. اللي عبارة عن تسلسل الفترات الزمنية الموجودة عندي بالنسبة لشهر بي يناير لغاية ما بوصل لستتمبر. في شهر يناير التسلسل الاولاني بياخد واحد. فبراير بياخد اتنين. مارس بياخد تلاتة. لغاية ما اوصل لستتمبر بياخد تسعة. دي خانة سين. خانة سين صاد اللي هي الخانة الرابعة. لانا بضرب خانة سين في صاد. بضرب خانة الفترة اللي هي واحد في المبيعات الفعلية الموجودة في الصاد اللي هي عشرة يبقى عشرة ويهي اتنين في حداشر ثلاثة في عشرة وهكذا عشان اطلع خانة سين صاد الخامة الاخيرة اللي هي سين تربية ان انا بامسك خانة سين وبربح واحد في واحد اتنين في اتنين ثلاثة في ثلاثة لغاية ما بوصل لتسعة وتسعة فكده مليت بيانات الجدول كل المطلوب مني ان انا بجمع بيانات الجدول بجمع خانة المبيعات الفعلية اللي هي الصاد بجمع خانة الفترة الزمنية سين بجمع خانة سين صاد وبجمع خانة سين تربية وبحط المجموع ده أسفل الجدول على حسب طبيعة الأعمدة الموجودة عندي يبقى عندي مجموع صاد وعندي مجموع سين وعندي مجموع سين صاد وعندي مجموع سين تربية في الآخر خالص في الجدول الموجود لأن المجموع دي هي اللي أنا هستخدمها في حل المعادلتين اللي هنشوفهم بعد شبه فأجي معادلتين اهو عشان نطلع قيمة الف وبه عادي مجموعة صاد يسوي نون الف بيسوي زائد به مجموعة سين ومجموعة سين صاد بيسوي الف مجموعة سين زائد به مجموعة سين تلبيه نمسك المعادلة الاولانية الخانة في الجدول اللي هي خاصة بصاد مجموعة هيبقى 114 فأعين مجموعة صاد وحط 114 نون الف نون جيه عبارة عن عدد الفترات الزمنية الموجودة في تمرين أنا عندي شهور من يناير لغاية سبتمبر فهما İns9 فترات فهنا النون دي هتبقى 9 يبقى 9 الف زائد به مجموعة سين لو جمعنا خانة سين هللاقيها 45 ويحط جنبها به يبقى كده كونت المعادلة الاولانية 114 بيسوي 9 الف زائد 45 بال المعادلة الثانية مجموعة سين صاد بيسوي ألف مجموعة سين زائد به مجموعة سين تربية فلو جمعنا خانة سين صاد هيطلع لمجموعة 618 هيساوي ألف مجموعة سين مجموعة سين لسه إيلين عليها 45 ألف زائد به مجموعة سين تربيع لو جمعنا خانة سين تربيع اللي هي الخانة الأخيرة أتطلع 285 وأحط جنبها بي فأجي المعادلة التالية لازم نحل المعادلتين دول مع بعض عشان نقدر نطلع قيمة سين وصول فطبعا عشان نحل المعادلتين لازم أضرب المعادلة الأولينية في رقم عشان أقدر أننا أطرح الرقم ده الموجود في المعادلة التانية من نفس الرقم الموجود في المعادلة الاولينية عشان اتخلص من الف وبدلالتها اقدر اجيب قيمة بي فهنقول بضرب المعادلة الاولينية في خمسة عشان احول تسعة الف دي لخمسة اربعين عشان لو طرحت احط طير خمسة اربعين الف مع الخمسة اربعين الف عشان اقدر ان انا اجيب قيمة بي فلو ضربنا طرفي المعادلة في خمسة هيبقى المعادلة الاولينية هتبقى خمسمية وسبعين بيسوي خمسة واربين الف زائد خمسة عشرين به دي المعادلة التالتة وبعدين ابتدي اطرحهم من بعض فاطرح المعادلة تلاتة من المعادلة اتنين هيبقى يبقى الناتج عندي تمانية وربعين بيسوي ستين Health يبقى ستين به تمانية وربعين بيسوي ستين به يبقى به اقدر اجيبها تمانية وربعين على ستين هتطلح تمانية من عشر. مدام وصلنا قيمة به هاخدها وعود بيها في المعادلة الاولينية عشان اقدر ان انا اطلع قيمة الف. يبقى لو عوضنا بقيمة بيه بتمانية من عشرة في المعادلة الاولينية يبقى مية واربعتاشر يساوي تسعة الف زائد خمسة واربعين اعين بيه واحط ثمانية من عشرة. وابتدي اصفي المعادلة فالف هتطلع سبعة وتمانين على تسعة هتطلع قيمة الف تمانية وسبعة من عشرة. يبقى ما عندي قيمة بيه متوفرة وقيمة الف متوفرة اروح واخدهم همه الاتنين معوضه بهم في معادلة خط الاتجاه العين. اللي بتقول الصاد بيساوي الف زائد به سين. فالف الصاد بيساوي الف هي بتمانية وسبعة من عشرة زائد به بتمانية من عشرة. اما السين دي هي عبارة عن ايه? عبارة عن ترتيب الفترة الزمنية لشهر اكتوبر. احنا وصلنا لسبتمبر في الجدول. وستمبر كان ترتيبه تسعة شهر تسعة. يبقى اكتوبر على طول هيبقى شهر عشرة. يبقى هين سين وحط الترتيب بتاع الشهر اكتوبر اللي هو عشرة. وطلع نتيجة المعادلة يطلع رقم التنبق بالطلب عبارة عن ست عشر وسبعة من عشرة. وبكده ينتهي تمرين الخاص بمعادلة خط الاتجاه العام والخاص بالتنبق